أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء مبادرة بنفكر لبلدنا بالتعاون مع اليونسيف وتسادف هذه المبادرة طرح خمسين فكرة مبتكرة في إطار رؤية وتوجهات الدولة لتعزيز تنافسية والاستدامة الاقتصاد الوطني يشارك في هذه المبادرة والتي تتضمن خطة إعلامية فعالة للتواصل المجتمعي بشأن الأفكار المطروحة تشارك ومتخصصون من أكثر من 22 جامعة حكومية وخاصة ونحو 21 جهة ووزارة ومركز بحثي في إطار رؤية وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد المصري أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مبادرة بنفكر لبلدنا لطرح خمسين فكرة مبتكرة من خلال مسابقة بحثية لتقديم أوراق سياسات متخصصة في خمسة محاول رئيسية تسهم في زيادة تنفسية الاقتصاد المصرية الفكرة انبثقت من منتدى السياسات العامة منتدى السياسات العامة انطلق منذ سنتين تحت مظلة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كانت فكرته أننا نضمن أن يحصل إدماج وإشراق لأكبر عدد ممكن وفئة ممكنة كنا نستهدف بالذات فئة الشباب الشباب الجامعي من خلفيات مختلفة كليات مختلفة المبادرة تتضمن خطة إعلامية فعالة للتواصل المجتمعي بشأن الأفكار المطروحة ويشارك في المبادرة متخصصون من أكثر من 22 جامعة مصرية حكومية وخاصة وجهات حكومية ومراكز بحثية وأربعين مشاركة فردية للخبراء أنا بحي القائمين على منتدى السياسات العامة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على المبادرة دي لأنها شجعتنا كشباب عاملين بالجهاز الإداري للدولة ومؤسسات الدولة أن نشارك بأفكارنا في صناعة السياسات العامة اللي كان معروف يعني أنه دايماً الشباب عندهم أفكار في كل القطاعات ولكن ممكن قنوات الاتصال مش كافية أنه هما يوصلوا أفكارهم أو مش فاعلة قوي أو هما ونفسهم الشباب ما يعرفوش إزاي يوصلوا أفكارهم لكن المبادرة اللي بتتعامل النهاردة دي هتساعد كل العاملين بالجهاز الإداري والدولة وأعتقد أنها تتكرر مرة تانية أنه هما يشاركوا في صياغة السياسات العامة التجربة بحد ذاتها هي حاجة مهمة جداً لأنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وتحديداً من خلال منتدى السياسات العامة بيدي فرصة لشباب البحثين والمراكز البحثية أن هما يقدروا يسهموا في صناعة أو أن هما يسهموا في بناء إقصاد أكثر تنافسي وهو محور المسابق المرة دي المبادرة تشمل لأول مرة طلاب الجامعات من خلال برنامج التدريب الصيفي في موضوعات المبادرة تحت إشراف الباحثين والخبراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لطرح أكثر من خمسين فكرة تنفيذية لمتخذ القرار في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر